الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وبعد انتهينا في اللقاء السابق الى ان القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي الى الرسل بانه وحي بطريق خاص وهو ارسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون انه يوحى اليه وقلنا ان القرآن انما سبت بذلك لانه معجز وليس منهجا فقط والاعجاز يتطلب ان لا يكون للبشر فيه مجال لان الاحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم احاديث ايضا رواها بالوحي عن الله ولكنه ولكنه وحي بطريق النفث في الروم فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله وذلك يعتبر توافقا ومرة يعدل له الحكم ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله ان تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على انه قد يخطئ نقول لهم ذلك جزاف في القول نريد ان نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب معنى الخطأ ان توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له تعلم الناشئ ان الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل تصوب له انت ذلك معنى انه اخطأ انه خالف القاعدة الصوابية التي اعطيها اما اذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال انه اخطأ لان اخطأ تكون عند قاعدة صوابية فالاشياء التي عدل الله فيها لرسوله احكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة ولكنه امر لم يارد فيه حكم عن الله فقال محمد فيه ببشريته المبنية على العثم وعلى الفطنة وعلى الامانة ما قال ولكن ايمكن ان يقول قائد ان حكم البشر في قضية مساول لحكم الله في القضية فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش انه ايه انه صواب له خطأ انه هداه لما هو اصدر ولذلك تجد القرآن دقيق في هذا العطاء محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد اسمه زيد ابن حارسة زيد ابن حارسة ده كان ملك لخديجة فوهبته لرسول الله فوهب هذه الهبة قبلت من رسول الله وظل عبدا له فلما علم اهله لانه كان خطف منهم وبيع في مكة علما علم اهله بوجوده في مكة جاءوا اليه فلما جاءوا اليه هذا ابوه فخيره رسول الله فلما خيره رسول الله قال زيد رضي الله عنه ما كنت لاختار على رسول الله احدا كلما انطقي فالذي اختار رسول الله على ابيه لابد ان يكرمه رسول الله التكريم بقى من جنس ما فقده زيد فتبناه يعني كان له ابا بدل ابو فسمي زيد ابن محمد تا تكريم على قد البشر لان هو سلب نفسه الابو اللي كان الابو لارضيش معه وظل مع رسول الله فالباس حيث يعني يكون ايه والتبني كان موجود عند العرب لكن الله يريد ان يبطل هذا التبني مش كان الله ابطل ثم احياه محمد ثم صوب الله لمحمد تبني ما كانش فيه حكم اسلامي لسه كان موجودا إذن فرسول الله جاء على الاسل فلما اراد الله ان يبطل التبني الادعوهم لآبائه مش زيد ابن محمد زيد ابن حارث انظروا الى دقة الاداء القرآني والانصف للرسول الاعظم ذلك اقصط عند الله اقصط افضل إذن الذي فنعه محمد كان في مقاييس البشرية فاضلا لكن في مقاييس الاله الاعلى دي احفل فصوب فعل رسول الله من حيث ظن الظنون انه خطأ ذلك اقصط لم يكن ذلك كست يكون قد نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم جورا ولكن حينما يقول ذلك اقصط نسب لرسول الله عدلا ولكن ه عدل بشري ولا غبارة في العدل البشرية ان يعدل بالعدل الاعلى الالهي هل يستنكف محمد ان يعدل له ربه هو من اللي بيربيه هو مساول له اللي بيربيه لا فنظروا الى دقة الاذا ذلكم اقصط عند الله اقصط طيب كلام كويس من الذي فجع في هذه القضية زيد كان اسمه زيد ابن محمد شيء يعني واصبح زيد ابن حالسة فنظروا الى عدالة الحق في التعويض يعوض زيدا عما فقده من زيد ابن محمد الى زيد ابن حارسة بان يكون هو الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن على من ما في اسم ابدا الا زيد شوف شرف التعويض يبقى اذا لم يقال لا يقال ان الله ولذلك يجب ان يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى ان هو الا وحي ايه وحي علمه وما ينطق ابلا يقول وما ينطق عن الهوى يقول لك مدام ما بيمطق عن الهوى ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح نقول له لا صح بس ما كان عنده مصدر عن هوى ده عن مقاييس كده المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء اه يبقى اذا لازم نفرق بين الامرين ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم يعيز يعم يتك على بشرية محمد وان انتو بتدوله اكتر مثلا نقول له يا اخي رفقنا كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده فرق بين العتبين فرق بين ان يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر وفرق بين ان يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر هذا عتب وذلك عتب انما عتب عليه في الاولى لانه قصر ولكن ذلك عتب لصالحه في السالية يقول انت بتسهر نفسك ليه مش كفاية وينحر حيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له عتب له رسول الله في قضية ابن ام مكتوم مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وياخذ منها بقى ويتكلمه طويل نقول لهم افهمهم يا ناس من الذي اختاره رسول الله في امر هذه القصة هل اختار الامر السهل ام اختار الامر الصعب ده ربنا بيقول له وما عليك اللازك ما ما تسهدهم الناس دول انت تعب نفسك ويا كفار كوريش ليه علشان يقام واجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الاحكام كده يبقى نقول نساء ابن ام مكتوم ولا صندوق كوريش لا ابن ام مكتوم اسهل فبتعرض نفسك للاصعب ليه بتعرض نفسك واما من جاءك يسعى وهو يهشى فامت عنه انت بتنزم نفسك بغل ملتزم به اذا بيحتب لصالحه ولا بيحتب عليه يبقى بيحتب لصالحه لما تحرمه ما احل الله لك يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه بقول ربنا حل لك العجادي ليه تنزم نفسك منك تحرمه الله يبقى اذا العتب في القرآن نما جاء لصالحه يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه ونفهم ان الله لم يصوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله لا ما كانش فيه حكم خالص فاكتهد محمد بشريته فلما اكتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن وهل نستنكف ان يقول اللي عند ربنا احسن هل نستنكف فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو لصالحه هو لماذا تحرم ما احل الله لك يعني ليه لماذا تلزم نفسك الطريقة الصعب اذا لا تقولها الا لمن تحب لمن تحب وقد ألزم نفسه بشيء اكثر مما يجب مما يجب عليه وايضا يدل محد السمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله محد السمع وهو اللي قال فكأن دي مطلق الامانة وامانة الاداء والنزاهة حتى اللي عليه بيقول حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم لو كان حيتغير الحكم يبقى معلش لأن الحكم حيتغير فيبقى يقول إنما مثلا في قضية الأسرة بتاعتباد الحكم زي ما قال النبي ومع ذلك ذكر رسول الله الله اعتبه في هذا وقال له عملت كده لا 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 ما كان لنبي هل الحكم تغير أم بقي بقي طب كان ايه لزيم الضجة دي إنما أمانة البلاغ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثير إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه فيه شيء عليه يقول فيه شيء يقول كل حاجة يقول إذن القرآن لازم نستقبل على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد نزل إلينا كما قاله الله كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد تقول هم ليه بس اختلف الدين علشان ينفهمك إنها مش رتابة كلام في معنى من المعاني لا ده كل حاجة بمزاق كل حاجة بمزاق ولجالك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة فبقوا يتحذفوا مثلا الألف بتاع باسم وما قال تبارك نقول له يا شيخ أنصر يا عاقل يا اللي عام المفكر وبتقود الفكر في الشرق كله اتفكر كويس لو أن هذا خطأ إملائي كما تقوله من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن إنما مرة اسم باسم تيجي تألف ومرة تيجي من غير ألف فلو كان في خط كتلازم تيجي ايه تبارك تيجي بره من أبي ألف ومرة من غير ألف لو أن ريبة زي ما قلت لكم قت مرة بالواو وقت مرة بالإيه لو أن المسألة مسألة خطأ لكن ننجيه ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم وقرأناها في أول سورة لنشرح ألم ترى ما هي دي آلف ولام وميم ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل إيه شمعنا أريد دي آلف لام ميم ودكها ألم ما هي دي اتنين زي بعضه مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي قرأها جبريل ومحمد هكذا فقرأها هكذا وقرأها هكذا فإذا فالرسم لا دخل له هنا رسم ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا أل على التلمزة فيكتبوا القرآن بالحروف بقواعد الإمن بقواعد الإمن وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل وأرادوا أنهم يصدروه فحصل إعتراضات فجابوا لجان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش فقال ده عشان نؤسر على الناس القراءة فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتابه أي واحد رح يراه ده لازم يتلقاه لازم يتلقاه لأن القرآن إنما جاء بالتلاقي إنما كأي يكتبه إسا كده وتحتره ده ربنا بدي يدينه قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتحتره فيه لازم تقرأه عن قارئك والقارئ عن قارئك والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد محمد نقل لصحابته صحابته نقلونه طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقرزعي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي ولذلك أنا لما قلت له قال لده إحنا بن يسر قلت له لا التيسير أنك أنت تخليه يتلقى ما يقعش الوحده أبدا مش زي أي كتاب لأن دي تلقى ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقفيا تكتب على غير كتابة الإملاء عشان يبينك برضو أن كتابته مخصوصة كتابته كراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه إلى المطهرون عشان عشان مش كل واحد كده مصر التمييز آه مصر التمييز عشان تديله لإيه تديله القداسة تديله القداسة فأنت في ألف فبقول له أنت هو رحمه الله انتقل فبقول له أنت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيه الإملاء ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لا منميم وبرضو كتبتها ألف بس آه لا أنا راجل انداش ثم انت خالفت قاعدتك كان الأصول بقى مدام حتكتب على قواعد الإملاء أنك انت تكتب إيه الألف آه ولام وفي وميم وإيه وإيه وميم شكده أولا لا بس تقول له أنت خالفت أنت نفسي خالفت القادة وما حسبش لك اكتراء في أن تكتبها على طريقة الإيه الإملاء وخلتها لكن الذي سيقرأك يعلم أنك كتبته على طريقة الإملاء شكده فساعة يقرأ على قاعدتك إن أرأ ألم يبقى صح إن أرأ ألم يبقى إيه يبقى أمتل لإيه وفعنا سودة للك إيه الكتاب ومتهت المسألة إذن فهاجب أن نستقبل القرآن عليه مش بطلق كتاب واحد يقول لك ده أن يسر قراءته للناس يقول له لا الأول يسر تلقينه للناس يتلقنه بعد أن يقرأ إيه كويس علشان يأخذ المدد الصفائي من السلسلة الأولى من الرب الأعلى إلى من أوصل لك القرآن قلنا بقى إن الكون يفسره يفسره ففيه موجتان الآن موجت في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروحوا لحمينها بالقرآن وموجتان يقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ ليه لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية لأن من نظرية مدام لسه نظرية تخطأ فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت حتقولي القرآن أنا تبقى حت إيه حتزبزب في القرآن لكن هناك فارق بين نظريات علمية وحقيقة علمية إيه الفرق هو معنى كلمة علم يعني أنا عايزيني فصل كلمة علم ما هو العلم الألفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى بس معنى مفرد يعني مثلا سماء ما علانة إنما إيه لونها ما قلناش سالسماء وزرقاء والسماء ومش عارف إيه ما قلناش إذن اللفظ له إيه معنى مفرد مش في جملة ولا حاجة الأرض اللي إحنا عليه الكوب إنما هل الكوب ملقان هل الكوب مثلا كريستال هل الكوب دي وجاج هل الكوب صرفي ما لناش دعوة إذن فالألفاظ لها إيه معاني في ذاته وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل تدخل المعاني في جمل الجمل دي بتسمى إسناد محمد ساعت ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده ونساعت ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم إنه بيبذل لما نقول محمد كريم إنه بعملنا إيه إسناد أسنادنا مين الكرم لمين محمد طويل محمد قصير مش كده بقت في جملة تركيبية يعني إسناد بنسند له حاجة ساعة تسنده شيئا إلى شيء نجر نقول لك هذا الإسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به الإسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به يقول لك مرة يبقى مجزوم به ومرة يبقى غير مجزوم به يقول له مدام غير مجزوم به إن كانت النفي والإسبات قد بعض يبقى اسمه شاك اسمه إيه شاك أنا عايز أسند لمحمد محمد كريم يا سرع كريم ولا بخيل يبقى فيه إيه النسبتين قد بعض يبقى ده اسمه إيه محمد يأتي غد أو لا يأتي يبقى فيه إيه شك في الإسناد فإن ترجح واحد يبقى ظن تقول أظن أن محمد يأتي غد يبقى ده غالب الظن أنه إيه فإن كان غالب الظن أنه ما يجيش تقول إيه أتوهم أن يأتي محمد يبقى النسب التي لا يجزم بها كم نسبة ثلاثة إما متساوية يبقى شك راجحة تبقى ظن مرجوحة تبقى واه يبقى كم نسبة على إثنا للوقتي في غير المجزوم به ثلاث أشياء شك شك في غير المجزوم ثلاثة 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 طب إن كانت النسبة مجزوم به النسبة مجزوم بها تقول له طيب إنت جازم بها صحيح إنما هو الواقع كده أو غير كده يمكن جازم بكذب يمكن جازم أقول له آه إن كان مجزوم به وده مهوش الواقع أهود الجهل يبقى الجهل هو إيه بقى هل الجهل أن لا تعلم ولا أن تعلم عكس الواقع أذي أذي صعوبة الجهل الناس يظنون أن الجهل أن لا تعلم لا ياريتك ما تعلمش إنما الجهل أن تعلم خطأ يبقى إن كنت جازما بها وهي غير واقع فذلك جهل لقى نشوف فذلك إيه جهل طيب لا مجزوم بها وواقع يقول له تبدل تدلل عليه يقول لك نعم أقول له ذلك هو العلم ما يبقى العلم إيه نسبة مش كده يعني إثناء ومجزوم به وعليه دليل طب فإن كان نسبة مجزوم بها مش غادر أدل عليه نقول له ده تقليل زي الولد ما بيقلد أبوه قل هو الله أحد ويقعد يكرر فيه لسه ما عمدوش عقل ياخد الدليل يبقى بيقلد مين أبوه أو بيقلد أستاذه يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة إما جهل إذا كان جازما بها وهي غيره حاصلة وإما تقليد إذا كان جازم بها وواقع بس مش غادر يدلل عليه وإن كان جازم به وواقع وغادر يدلل عليه بأدى العلم فهل يستضم القرآن مع العلم لا يستضم مع النسب الأخرى يستضم مع الجهل يستضم مع التقليد يستضم مع الشك يستضم مع الظن يستضم مع الوهن أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يستضم لأن قائل القرآن هو خالق الكون ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية متى ينشأ التناقض إذا كان في نسبة من الإيه من النسب التانية تقول له آه إذا كان دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتستضم بحقيقة قرآنية أو تقول بي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة قرآنية فتستضم بحقيقة كونية مثلاً لما نيجي الناس اللي يقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها ماذا كده؟ يعني بسطناها ماذا كده؟ تقول له أنت غلطت في الحقيقة القرآنية مددناها ما تمنعش التكوير وانت ظنيت أنها تمنع التكوير تبقى أنت غلطت في الحقيقة القرآنية لذلك لما قالوا الأرض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكل لأن اصطدم القرآن بفهمك أنت لأنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك ليه؟ قالك لأن معنى والأرض مددناها الأرض مطلق الأرض يعني كل ما تروع عندي حتة أرض تلاقاها إيه؟ في أرض بعديه لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية أم لا؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول مفيش ممدودة يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس فاصطدمت مع الحقيقة الكونية يبقى إذا إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا استضامة أبداً وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي نقول لهم لا يربطوه بالحقائق بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية وتجد هوايا بعضها تماماً ما تختلفش إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية بعد تيجي مثلاً لما جم قالوا قالوا يعلم ما في الأرحام قالوا قالوا إيه دي ماشي حاجة خاصة دلوقتي تبقى طباء عادوا بياخدوا عينات ويعرفوا إيه البتناه تبقى آه انت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية وميش هي الحقيقة الكونية طب ومن قال أن الحقيقة القرآنية مكسورة على هوا زكر ولا أنسي ده يقولوا يعلموا ما وما عاما طب حيبقى طويل ولا صير زكي ولا غري حليم ولا غضوب آه كل دي آه يبقى إن عالم أنه زكر مهش كل مدلول ما آه مهش كل انت حسرت مدلول ما في الحكاية دي ازاي ثم تعالى يعلموا الله ما في الرحمة ويقول الطب حيعلم ما في الرحمة زكر ولا أنسي خلينا نقول برضو زكر ولا أنسي نقول إنما حياخد عينا ويحللها إنما ربنا يعرفها ويقولها لمن أراد بدون أن يحلل وبدون أن يرى الحامل حتى بس ويعلمها قبل أن تحمل شكده ولا لا آه بيعلمها بدلل قال له يا زكري أنه يبشرك بغلام وسمه له اسمه يحلى طب الطب بقى لما نقوله بالله روح لرحم أم مرض زكريه وشوف لنا بقى الحكاية دي ده لسه ما عصلش حاك آه يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على على شيء إيه على شيء آخر نقول له لا اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة أما بأمر النظري زي أول عصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون الشيخ طنطاوي جوهر والشيخ المراقي والشيخ محمد عبدو أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قال له بس هي دي السبع سماوات هي دي السبع سماوات ما تمتش الفرحة وبدأ اكتشفوا واحد تامن ليه لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرهم هم معذرين عايين يفرحوا الناس بإن القرآن هم نقول له يا أخويا والشمس والكوكب بتاعها أين هي من السماء ده دي في السماء الدنيا كله السماء الدنيا وبعدين مش جيه بس كمان نبدون جيبوا لوتو ومش عالف جوم كام واحد كده بقى بقوا كام بقوا 11 أهلا وكانوا عايشين كنا قلنا إذا ربونا بقى غلطان ده هم 15 سماء وده ليه من الجري وراء الظن العلمي نقول له لا الكواكب دي بالنسبة للسماء ايه ده نقى بينه وبين الشمس اللي هي أم المجموعة كلها 8 دقايق ضوئية 8 دقايق ضوئية 8 دقايق ضوئية يعني تعني 186 ميل او 300 ألف كيلو في في 60 سنية في 8 دقايق في 60 ايه في 60 سنة يعني أن الثانية الضوئية فيها 300 ألف كيلو او 186 ايه 1000 ميل تقول له ده 8 دقايق ده فيه المرأة المسلسلة بينه وبينها 100 سنة ضوئية الشعر بينه وبينها 14 سنة ضوئية فيه كواكب تانية بينه وبينها مليون سنة ضوئية وكل دي دون السماء الايه دون السماء الدنيا يبقى السماء مالها بقى ايه ولما جم في قوله سبحانه وتعالى إن استطعتم ان يا معشر الايه إن استطعتم ان تنفذوا من اكتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان قالك ده سلطان العلم اللي طلعنا للأمر طب بس ايه حشر الأمر في السماء ده ربنا بقول اكتار السماء وايه والقمر ضاحية من ضواح الأرض ايه دخل الحكاية دي في السماء هم قالك بسلطان نبقى نطلع للايه يقول له اهو ده غلط لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكم يا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرعه مش كده ولا لا يقول له ما اللي إلا بسلطان دي يقول له ده دي الأهل وحيد إن لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول إن حديث المعراك حديث ليه لأن النبي صعد للسماء مش كده والقرآن بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ان تنفذوا من أكتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون وسكت إنما كلمة إلا بسلطان يعني بسلطان من نبديك جواز مرور تطلع ما نبديك جواز مرور ما تطلعش يبقى هي دي الأهل اللي تؤكد صدق مين صدق الرسول لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال تبقى ملهاش دعوة بقى بأنك طلعت الأمر لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء أمر فين؟ والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية اللي لما تعمل رقم رقم ما نقدرش نكتبه لما تكون مليون تضرب مليون في إيه؟ مليون سنة مليون في تلتمية خمسة وستين في اربعة وعشرين ساعة في ستين دقيقة في ستين ثانية في مية ستة وتمانين ألف ميل يعني تلتمية ألف إيه؟ لشوف الرقم ده بقى ينقر إزاي ما ينقريش إزاي ولما يقول لك هنبعث ناس ومش عارف انت قوله تبعث مين يا خوي لا يطلع إمته يرجع إيه؟ إطلع إمته؟ إذن المسائل يجب أن نألحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين إيه؟ قلنا وهم أو شك فاربط القرآن بالحقيقة العلمية السابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة لأنك تزبزيب إيه؟ تزبزيب القرآن كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرب لأن قرآنك يصدق عيات الإيه؟ عيات الكون نقول له لا لكن نلحظ أنك إنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الإيه؟ إلى الكذب مرات أخرى إذن فالذين يمنعون ملهمش حق والذين يجيزون على الإطلاق ملهمش إيه حق نقول له فيه نسب ستة اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة السابتة وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أم تربط القرآن بواحد من هذه وإن كان يحتمل أن يكون حقا وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا حين إذن نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيم فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناكده نقول له لا القرآن مهيم لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل وكلام الله يقيم فعدل نفسك كده لحد من إيه؟ لحد من شك ولا عيبة أن لا تفهم لأنه ليس في أمر تكليفي في أمر؟ بالله لما زي ما قلت لكم لما عرفنا أن الأرض كورة والأرض بالدور ومش عارف إيه ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الأميين أو الناس اللي بدؤوا إيه اللي حصلوا يبقى برضو حلمه لا ينفع وجهله إيه لا يضرميه إيه ما إذن فالأمور المستورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها إلى أن تنضج النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ليه الحق يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافية ونقول مثلا أن الأرض كورة صح كان الأول بنجيب عليها أدلة دلوقتي مش حايزة أدلة لأنها بقت مرئية لما طلعوا كده وجابوا الصورة مش كخلاص أظنني يعني مش حايزة ليس مع العين أين مفيش مع العين أين خلاص كويس أو كده وبعدين هنا نسمع أن الأرض في حوالها الغلاف الجوي والغلاف الجوي بتاعه بيعمل إيه؟ يدور معه يدوره؟ يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض أم لا؟ هو من الأرض كنا نقرأ قديماً قول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فناخد على أن الأرض ظرف للسير وظرف مظروف ومش عارف إيه يوم لكن بعد ما عرفنا إن الأرض حتة منها جوهة يبقى أنا ما بمشيش على الأرض لأنني ما يمشيش على الأرض إذا كنت حمشي على الجو بقا إنما أنا مدم الجو فوقي بتاع الأرض وهو منها يبقى أنا سائر فين؟ فيه سائر فيه سبقى أنا سائر فيه لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب إنما بعد ما عارفني يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتكت يبقى إيزا ربنا لما قال سيروا في الأرض يبقى كان يقصد إن الأرض دي لها غلاف جوي والغلاف الجوي ده منه يقع تفسيله عنها وأنا ساعة ما بمشي بمشي في إيه بمشي في الغلاف الجوي بتاعها يبقى المشي فيها مش إيه مش عليها يبقى إيزا لما تركنا الحقيقة الألمية تندق لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال لا تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحابة صنع الله كان يقولك ده يمكن في الأخرة مش متصور إن الأرض اللي هو عليها يقولك ده في الأخرة نقوله لا ده الكلام بيجيب آية في الأخرة وآية في الدنيا ولو كان في الأخرة يقولك صنع الله الذي أتقن كل شيء هي الأخرة محل كلام مندي ده صنع الله لازأتقن شيء ندل على أن القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل فقالك لا ما تغربهاش على العقل ده صنع الله ومن بعد ما أعرفنا أن ده بقى حقيقة نقدر بقى نفر منه صارت حقيقة كونية وعليها دليل وانتهى يقوله ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحابة طب الجمال سبتة في الأرض وهل تمر الجبال هذا المرة إلا إذا كده الأرض لازم هي ضرورة وقوله سبحانه عشان يديك يعني ذي المعنى وهي تمر مرة السحاب والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بوسطة الريح فكأن حركة الجبال منذاتية حركة تبعية بتاعة الأرض حركة تبعية بتاعة الأرض وترى الجبال ترى الجبال تحسبها وهل في الآخرة حين تخصل لها ما يحفل يكون حسبان ولا يقين طب معنا تحسبها يعني انت فاهمك من الأخبر إنما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان كل المعلومات هتبقى إيه هتبقى يقينية مش حسبان إذا مدام حسبان هيبقى هنا الظاهر شيء والواقع شايف أنت بتحسب إنها كده تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحابة ومدام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش إيه مش ذاتية بل حركتها بوسط إيه تابعة لدوران الإيه لدوران الأرض والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان الجبال العالية دي وعملت تمر هذا المر ده كان المفروض إنها تنفصل إنها تنفصل عن الأرض لا ده بدي أقولك إن فيه توازن ما تنظرش إلى البروز العالي ده انظر برضو إلى الآيه الزرع اللي تحت فيه تناسب في الكتلة معنى التناسب في الكتلة هو اللي حافظ توازن الكرة بلك لو لا التناسب في الكتلة بمعنى أنك لو أخذت قطاعا من محيط أي قطعة في الأرض إلى مركزها وجبت قطاع تاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا إن تغير لو بنت عمارة لازم تقع لو بنت عمارة تعالى الكرة كده وحطها لها حتة عينة بلزاها في نحية كده وخلي الكرة دا تلتفت له إيه إسماء الطرد والإبعاد ليه لأن التوازن هاش بال لكن الأرض سيلة من تحت مصهورة ساعة متين شوية صخور من قبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده أقول لا وبقت زادت في قطاع العمارة فقوم الزيادة دي المنصهر تحت الأرض وراء عمل توازن على طول وبقت تمام بقت توازن ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض وتمشي ليه لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت راح شوية من السائل موازي للميزان راح رايح للإيه للحتة اللي ضعفت منها فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض زي قد بعضها تقوم تدور مهما تدور ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بتقعه لو كانت جامدة بقى تحت وكانت اتنطرت كلها إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في في الكون بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضغ ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون لا حمل كل فرم في الكون له مدة حمل وله ميلاد ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها عبد لي سيبها لحد ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تهب كده وتخلها ولذلك شدنا عمر قال له ده حي يحصل قال له يحصل قدام بلا استعد له يمكن يحصل قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده ما تعوش نتعب نفسك في أشياء ملحة أول ولا إيه آخر في علم لا ينفع وجهل لا يضر إذن فالقرآن لا بد أن يستقبل هذا الاستقبال كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية ومدم يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه إحنا كنا قلنا دمام إن الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبط طمعا إنما فساده جاي منين كل حاجة أنا دخلت فيه هي اللي فسدت لأنني دخلت فيها بدون منهج الله ولو دخلت في الأمور الاختيارية دي منهج الله لا استقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه أنا دربت مثلا قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان ثم تلتفت تلاقي الجمال وبعدين روضة تانية الناس إيه عرفوها وبقى وروحوها في الأجازات ومش عالف إيه تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وإشر المز وإشر البلطان والعبن وإزافة السمك ومش عارف وإيه والعيال شخت هنا والولد عمل هنا وقارفوا الدنيا لأنهم دخلوها بغير منهج الاحتياج لو سبوها كده زي ماهت تروح تلاقيها الجمال ما فيش أحسن من كده وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضهم وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله يعني شغلانا كده إذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختيارية ليظل جمال الكون موجودا وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته لأن ما يجيش فقد في القلب إلا عدم رضا فمدام أنت ترضى على الوجود يبقى جميل قدامك كده لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل ما فيش حاجة أل خلاص يبقى الكون كله إيه كل جميل إذا منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وداءت فيها كسرت ولذلك شف الشفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء إيش ما نقدم الشفاء على الرحمة طب ما إنما الشفاء أن يكون الداء موجودا وبعدا يجيله العفي فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لأه فجاء ليشفى من الداءات أولا فإذا شفى من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة ليه؟ لأن الأصل في الأشياء إنك انت تمنع الشر اللي ترق عليها أولا درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المنفع وبعد ذلك تبدي الإيه؟ رحمة يبقى القرآن جاء شفاء لأنه نزل على فترة من الرسل وداءات البشرية كسرت فلابد من شفاء هذه الإيه؟ الداءات فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الإيه؟ الرحمة ولا تأتي داءات فإن حصلت غفلة وجاء الداءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن أبداء يعلم أن له دواء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد وإلى لقاء آخر إن شاء الله